السلام عليكم يا شباب. فيديو اليوم انك كيف تسوي خيار 1720-1080. هاي الدقة مش موجودة داخل اللعبة. فازا بدك تروع الاعدادات وبدك تغير من دقة الفولد اتش دي تسويها دقة اقل شوي. فما عندها غير خيار 1860-1050 على ما اظن. فيعني دقة 1728-1080 مش موجودة داخل اللعبة وهالشي طبيعي لانه هالشاشات يعني ما تعم ما فيها الدقة هاي. فبدك انت تسوي دقة الاول من دها من عدادات الشاشة بدك تسوي هالدقة هاي وبعدين بدك تروع على الملفات اللعبة بدك تغير الاول وحدة يعني بدل ما تكون الف وتسعمائة وعشرين بدك تغيرها الالف وسبعمية واتمانية وعشرين. طوات بسيطة يا شباب كل ما عليك انك تروع على الانفيديا كونترون بانل آآ هاي بالنسبة الانفيديا طبعا طبعا آآ بكروت ايم دي ما بعرف شون بس لازي يعني اسعي اشوفك مين لازم تروح. لازم تروح على هاي تجينج الريزولوشن هل هذول الاعدادات لازم اللي لازم تروح عليهم عشان تسوي آآ دقة مخصصة. تحت التحت الآآ بتاع الدقات وما دقات بتاع الشاشة في عندك كلمة تضغط عليها. هاي تكون غالبا يعني مش محطوطة عليها اشارة صح فانت تضغط عليها اشارة صح وتعطيك كرييت آآ هذا الرقم آآ راح تمسحه خط بداله سبعمية وعشرين. تمانية وعشرين. وتعطيه تيست فاذا نجح التيست راح يقول لك آآ يعني تم نجاح يعني تم التيست بنجاح ال الاختبار بنجاح وكل شيء. وعادي. وعدين تعطيه اوكي 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 اوكي. آآ عشان يعني آآ يعني آآ تسوي هاي الدقة وتختارها. تسويت هاي الخطوة. هاي اول خطوة ننتهي منها. تقفلها خلاص هي عادي معادة تحتاجها. نروح الخطوة الثانية. آآ ياما بكنترول. ما بعرف ما بصير المهم كبسة يمين على هاي. انا هيك بعرفها. كبسة يمين هون هذا المربع التحت. كبسة يمين عليها ونعطيك المترون. تكتب اشارة الاشارة المؤوية. هاي شفت ورقم خمسة. يطلع لك هاي الاشارة. بعدين تكتب اي تي بي داتا. هلين بقى مرة تانية الاشارة المؤوي. انا هتعطي اوكي. اما هتعطي اوكي لازم تضغط على الاب داتا اللي فوق. تضغط عليها مرة واحدة. على مرتين. وتنزل تدور تحت على متل ما كم شايفين. مرتين ضغطة. وبعدين بعدين ويندوز. وبعدين لازم يكون عندك هذا الخيار. تضغط عليه مرتين. هتطلع لك بالشكل هاد. هاد الملفات اللي نحنا راح نغير فيها شباب. اه شباب اه الشغلة بسيطة انك اه يمدك اه تلقى الدقة اللي انا حكيت عنه انه لازم تغيرها من الف سمية وعشرين لالف سبعمية وثمانية وعشرين. تنزل تقريبا جوا خالص بس اجاك هذا يعني التكست هذا هذا النص مش فهم منه وشي كويل كتير. تحته بشوي راح تلقاها هاي هون شايفينا. لازم يزركم في ريزولوشنس سايز اكس وسايز واي. انت بدك الاكس فهي غالبا راح تكون الف وتسعمية وثمانية وعشرين عادي. تمزح التسعمية وعشرين وبتحط مكانها سبعمية وثمانية وعشرين. بعد ما سويت هاشي هذا تروح فوق فايل تضغط عليها مرة. او بدو. ضغطة او ضغطة مرة واحدة وبعدين تعطي سيف. بس عطيتو سيف خلاص. سوي رسرت للجهاز. ومن داخل اللعبة فيك تغير الارزولوشن. وزي انت يعني مثلا بدك ترجع دقة الشاشة. مش اللعبة انا قصدي. الشاشة نفسها بدك ترجعها للدقة الف سعمية وعشرين بالف وثمانين. برضو يمديك عادي تقدر تغيرها وترجعها بدون ما تخسر الدقة داخل اللعبة. فهشي طبيعي. هذا كان يا شباب شرح الدقة الف سبعمية ثمانة وعشرين بالف وثمانين. ايش فهادتها? اه اول اشي يعني تخفف الثقل على المعالج والكرت الشاشة. بحيث انها تعطيك اه شوية فرامات زيادة. حسب يعني مرات عشر فرامات خمسة عشرين ممكن. هذا اول اشي. وتاني اشي يعني برضو تخفف الحرارة. وتعطيك يعني تخلي اللعبة سموذ يعني شوي سلسة اكتر. يعني مش مش كتير لكن راح تلاحظ الفرق اكيد. يعني اردت فعل اكيد يعني راح تصير لسه اسرع شوي بما انه يعني الجودة صارت اقل وهيك يعني المعالج والكرت خاصة ازا كانوا عندك الكارت ومعارج ضاعفات نسبيا فاكيد يعني راح اكيد اكيد يعني ما راح يكون في ثقل كتير على المعالج والكرت يعني من حيث الرندرة باللعبة والشرطة ذول. لانه الدقة قلت. فبتمنى ازا استفدت تحط لايك وتشترك بالقناة. لا تنسى تتابعني على التويتش شباب راح احط لكم الرابط بالوصف لانه هناك انا عب سوي البتويت المباشرة. هذا كان كل شيء شباب. اتمنى انكم استفدت. السلام عليكم ورحمة الله.